بسم الله الرحمن الرحيم يتميز كتاب أساسيات المسلم بالخصائص التالية أنه ينطلق في محتواه من حديث جبريل عليه السلام المشهور فيشرح أركان الإيمان والإسلام ولذا يعتبر محتوى الكتاب وأساسه مما لا يعذر المسلم بجهله ومما يجب على كل مسلم معرفته بالضرورة ولذا فهو مناسب لكل مسلم وليس فقط للمسلم الجديد ليزوده بالمعرفة بأصول دينه وطريقة أداء عباداته على الوجه الصحيح ويعتمد الكتاب في إضاح مسائله من الكتاب والسنة ولذا يكثر الاستشهاد بالآيات القرآنية على كل مسائله مع الحرص على ذكر رقم الآية والسورة وتخريج الحديث وبذلك يتعود المسلم على ربط كل ما يتعلمه مستقبلا بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة تم تحديد وتوضيح أهداف المنهج عامة كما تم تعريف المتعلم بأهداف كل درس من دروس الكتاب ليراجع المتعلم بنفسه ويتأكد من تحقيق تلك الأهداف بعد دراسته للمادة العلمية والتدريبات العملية حرص المنهج على عملية التقويم وذلك بوجود عدد من التمارين التحريرية والعملية في نهاية كل درس ليختبر المتعلم مدى تحصيله في بدء كل درس تقدم إرشادات عن الدروس التي يجب على المتعلم دراستها الدروس السابقة وكذلك الدروس المصاحبة لضمان تكامل العملية التعليمية وتراكم الخبرات التربوية بطريقة صحيحة تؤدي إلى تحقيق أهداف الدرس العناية بالتدريب العملي في تعلم العبادات مثل الوضوء والصلاة وذلك بتوفير ملفات صوتية ومرئية تشرح طريقة أداء العبادات بطريقة مفصلة وصحيحة تم رفعها على قناة اليوتيوب الخاصة بالكتاب العناية بتعليم المسلم الجديد الأذكار المشروعة في الصلاة مثل سورة الفاتحة وأذكار الركوع والسجود والجلوس من خلال الاستماع إليها والترديد بعد الاستماع إليها حتى يتقن أداء الصلاة في وقت وجيز ويستطيع تعلم ذلك ذاتيا تم تنظيم المنهج بطريقة مرنة يستطيع المتعلم أن يستفيد منه بدراسته في فصل دراسي في مركز أو معهد تعليمي كما يستطيع التعلم عن بعد وكذلك سيمكنه التعلم الذاتي من خلال قراءته ومشاهدة الوسائل التعليمية المعينة من صور وملفات مرئية مع انتشار الدعوة الإلكترونية ودخول الكثير الإسلام سيكون هذا المنهج مرجعا مفيدا ويمكن تطويره بإنشاء منصة تعليمية يلتحق بها كل من أسلم عبر الإنترنت ليتعلم أساسيات الإسلام في العقيدة والعبادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر